شوفتي باقي سي شكراً؟ وهو ده اللي حصل سواحي خير سواحي نوف بسر ما أعايز أكلم معك تبقى أنا شاهدون الكافترية فوق أوك والله أنا فرحب بك أوه يا مصطفى هابني هو مش ليس هين فاقول مصطفى كده حاب ولا الجراء يا عبد يا ضلاء أنت تقول اللي أنت عايزه وبعدين أنا مقدرش أنسى فاطلك علي برضو فإلى أنا وصلت له ده اللي أنت وصلت له ده ما حدش ليه فضل فيه عليك أبداً إلا أنت بعد ربنا بقى سبحانه وتعالى عشان مجهودك يا أبني آه تعبك شاك طموخك برضو ماقدرش أنسى نصايحك نصايحك وإيه بقى في عدة النصايح الوحيد يقوله ما يطبعهش على نفسه ها؟ ها؟ على العموم كل واحد بيخطصيبه يا أبني البنكة في الشباب بس أخليك عندك أمل دايماً بكرة أحسن يا عم جدل أه بتفتكر يا بنتي أوه طبعاً أفتكر مافتكرش ليه خلي أنت بس عندك رغبة رغبة موجودة والله موجودة بس الصحة بقى الصحة بقى ناسياني يا أستاذ سلوة برضو برضو عم جدل سلوة أنت ايه أنا قارب تصدق أنها سلوة بجد ايه سلوة دي مش حفلة لزق أبوئي كده تغلق اسمها في البطاقة ضيبة شانت رتقموا يا جد صباح خير؟ صباح النور طيب أستاذينا أنا عليه سلوة ايه؟ لسه زعلانة مني ولا ايه؟ مفتكرش أن في حاجة بيني وبينك أصلاً عشان هزعل منك مرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم حسيتك كده فهمتيني غلط ورا فهمتك غلط ولا فهمتك صح ما تكبريش الموضوع اوكي هو أنت قلتيني أنت برج إيه؟ ماذا معنى؟ لا عادي عزراء صح؟ ما أنت مش شايفة أن السؤال غريب شوية؟ غريب لي؟ لا خالص أصلاً بحب اهتمل بالأبراج جداً مهوسة أبراج عموماً أنا قلت أصبح عليكي اه صح برج العزراء ده برج مش سهل خالص سعب قوي باي يبقى أنت لازم تقرب منه وتخليه تطمنك مش أنت قلت قبل كده أن أنت قدرت تسيطر عليه؟ مصطفى خد بالك أنا مش عايز رمضان ولا غيره يكرهوك بصراحة المعظوم دايني أنا مش عارف ليه حاسس أن أنا أعيش في مؤامرة وبعمل حاجة غلط أنا فاهم أنت بتتكلم فيه بس هو مش كده خالص أنت تأخرت في سنين حياتك وإحنا بنعود دلوقتي اللي فايت بموهبتك دي آه ينفعش حد يعرف الموهبة اللي عندك أنا عرفتها وتقبلتها عشان بحبك إيه تحكي فيه إيه؟ لا أصلك أول مرة تقوليها حياة في كده بحبك كل مرة كنت بتقولي حاسة أني بحبك وده معنى أنه مش أكيد فبتها لي معنى مختلف وده برضو معنى أنه في حاجة ضايرة صح؟ لا يعني هو مش تغيير يعني بس تأكدت من مش عارف فأنا دلوقتي بس فهمت يعني إيه أمي كانت بتقولي الله يرحمها أنها بتدعي لي ليل ونار أنا بجد أنت غيرت حياتي أنت فرحتيني وأنا نفسي أعمل مستحيل عشان أليق بيك طب وتفتكر المستحيل ده ممكن يكون إيه؟ بصراحة مش عارف إيه اللي الواحد مفروض يعمله عشان أوصل المكانة اللي تكوني راضي عنها إيه سلامة؟ ده اللي عندك ده ممكن يخليك تبقى أهم من جاسر نفسه مستر جاسر كده مرة واحدة وأنا هي بس اللي وصلني الجاسر بقولك تبقى أهم من جاسر تقول إيه اللي وصلني؟ تفتكري؟ طيبة؟ وده أعمله إزاي؟ عندك طريق قلده؟ أقولك المثل بيقول من جاور السعيد يسعد قرب له وأنت أوريد قريب منه؟ لا أنت مش فاهمة جاسر ده خالص جاسر ده مبسخش في حد وبعدين كل ما أحاول أستخدر موهبتي دي معاه بطعب وألاقي نفسي مش قادر ومش قادر أوصل لحاجة عشان جاسر طول وقت إنه شغاله مخه بيفكر عطول ما بيقفش وأنا لما جيت قريط عن التخاطر عرفت إن الإنسان اللي أنت بترسله ده لازم طول بقت زهنه صافي وجاسر مبكترش تفكير فأنت لازم تبقى قريب منه ولازم اللي بترسله ده وتبقى العلاقة ما بينكو فيها حب ومواد ده وده مش حوصل بس أنا عارفة مفتاحك دي جاسر إيه؟ ديما مش دنيا؟ ديما طول اللي بقت قريبا من الجسر وبعدين هو بيحاول نزقها عليا طول اللي لقت عشان يتعرف علي بس أنا صدته إيه ده يعني إيه؟ يعني هو بيعكسك طب خلي بالك جاسر ده بتاع السداد وبعدين يعني إيه؟ أه بس أنا أنا ومستر جاسر كده بنحب نفس البنت يبني بس بقى بيحب إيه ومبيقرأ إيه؟ جاسر ده ما بيحبش حال ده في الدنيا غير نفسه بقولك هي يسيبك من كل الكلام ده أنا عايزك تركز شغلك وركز في الهدف اللي إحنا عايزينه هدفك ديما فاهم حاجة؟ على فكرة أنا قلت لك قرب منها قام لكن ما قلت لك ش تعال تحب فيها الله عامل ليه طيب؟ وأنا ما نفعش برده صده لا يا شيخ وموهبتك الفضاء راحت فيني إن شاء الله ما تستخدمها معي؟ محاضر هجرب معها بس خليني الأول سبت رجلي وبعدين هقفل باب ده خالص خد بالك يا مصطفى أنا ما تلعبش معي أبدا أنت هتبدأ تركز مع ديمة أو جسر دنيا دي ننساها خلاص الله 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 إحنا بنغير بجد بقى ولا إيه؟ آه يا سيدي أنا بغير مم كده إحنا في مشكلة كبيرة مشكلتين إن شاء الله؟ لا مش قادر حتى أفكر فيها ليه بقى؟ خلي كل شيء في وقت وصل بي بس عايزك تعرفي حاجة واحدة بس اللي بحبك بحبك قوي وعايزك تبقى متأكداً مهما حصل هيبقى غصباً عني طيب أنا أقولك حاجة يا مصطفى الدنيا دي لو أنت قربت منها أو كلمتها أو أتكلمت معاك كلام اللي بتقولوا معايا أنت عمرك ما هتشوفني تاني أنت فاهم ولا لأ؟ فاهم قلنا اللي أنت براحة فين طيس؟ إياك تحاول ترجعني وعدين بقى الدنيا كل ما دا عملت عقت زيادة بسعال خير؟ بسعال نور؟ ممكن أخذ من وقتك شوية فيه إيه؟ مفيشي بس أنا ريحة أن أنت بتقريب بكرها؟ لأ خالص أنا معرفكش بس أنا أعرفك كويس إزاي يعني؟ بصراحة السد اللي تقدر على واحد زي ميستر جاسر أكيد السد مش عادية جاسر؟ ليه هو في حد في الدنيا كلها يقدر يسيطر على جاسر؟ ماشي بنسبة مية في المية بس أكيد فيه أنت شكلك كده مش فهم حاجة بصيني بصراحة كده أنا من زمان قوي وأنا نفسي أجي أعود وأتحرف عليك مش أنا بس أكيد سكندرية كلها بجد؟ هم؟ أنت شايف كده فعلا؟ طبعاً بص أنت شكلك مش سهل خالص لا أنا خالص بالحكس يعني شوية مع دنيا شوية مع سلمة دلوقتي جايدي لا أنت واضح أن أنت فاهمني غلط خالص أنا سلمة بالنسبة لي جسد نازم أهتمي بيه زيها زي أي جسد موجود في الأوتيل ودونيا دي مديرتي فأنا مقتر قاعد أتكلم معه إنما أنت الست الوحيدة اللي تمنيت أهود وأهرفها كويس أنت عارف من كلامك ده؟ ممكن زعل منك جاسر؟ أنت عارف يعني إيه جاسر يزعل من حد أصلا؟ ليه؟ أنا مش بعكس بس عندي مشكلة صبيرة أني ما بقدرش أقوم ومن ساعة ما شفتك وانت عادة لوحدك قلت لازم أستخيل فرصة زي دي وأجي وأتكلم معك مصطفى لقدامك ده إنسان ناقي وطيب وأعجابه بيك حقيقي قربي منه يمكن يكون ده الشخص اللي يستهلك وأسف لو كنت أزعقتك أنا ممكن أقوم لا خلاص خليك قاعد عادي مجاد؟ وسهلني يا مستر جاسر أهلا يا جدا أنا كنت عايز سيادتك في موضوع مهم بعدين بعدين لأننا دخلت عاشر سنتين بس سنتين هو يا عمار العاشر جهز العاشر المستغلاج مصطفى أنت كنت تتتعمل إي جوا إلا عادك مع ديما لا أنا مكنش أحد معي يا فندم أنا كنت ببوص على المكان يعني عادت أنا معتف عادت يا مستر جاسر سواني بس كنت ورا حبيها مهم اما كان؟ لا ترتديم مهم أما أنت مهم صورة مهم أعلم معتنى يا معادي ولا ننسوا كلمة يا بك يا آدم ولا ننسوا كلمة بعد إن مش هو ده المهم المهم إن فيه حد هنا هو اللي بلغ ميستر جاسم فيه حد هنا بيتراهك يا حبيبي فهماس فهماس